لطالما عانت الدول الأوروبية المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط من قضية الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا الأمر الذي دفع تلك الدول إلى التنسيق فيما بينها وبين بعض دول الشمال الأفريقي من أجل الحد من تلك الظاهرة عبر تجديد الرقابة على المنافذ البحرية والمياه الإقليمية لكن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إذ وصل إلى إيطاليا وحدها أكثر من 15 ألف مهاجر تونسي منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني يناير الماضي لا يزال منهم أكثر من 6 ألاف مهاجر قيد الاحتجاز في ميناء جزيرة لابودوزا الإيطالية تمهيدا لنقلهم إلى مراكز إيواء جديدة سكان الجزيرة الصغيرة الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ألاف شخص عبروا عن استياءهم الشديد من هذا الوضع جراء الضرر الذي طال نواحي عدة في مجتمعهم أملك قاربا لصيد الأسماك لكننا طررنا أمس للعودة بعد أن تعرض أحد السكان للطعن والضرب خلال عملية سطو على منزله مما أثار الهلع في نفوسنا على نسائنا وأطفالنا لا يمكننا الخروج للصيد في هذه الأعضاء الانخفاض في المبيعات جاء أعلى مما هو متوقع بنسبة خمسين في المئة لا يرغب أحد بالشراء في هذا الوقت عادة ما نستقبل طلبات شراء أنواع مختلفة من النبيذ استعدادا لموسم السياحة في الصيف وهو ما لم يحدث حتى الآن فالناس غير واثقين من حضور السياح هذه القضايا وغيرها دفعت وزير الخارجية فرانكو فراتيني للإعلان عن أن بلاده ستساعد تونس على مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منحها قروضا لإنعاش الاقتصاد وتجهيزات ومعدات عسكرية كما حض شركاءه الأوروبيين على تحمل مزيد من عبء التعامل مع المهاجرين اتساع نطاق الإضطرابات في دول شمال أفريقيا الذي وصل إلى ليبيا يبدو أنه قد فتح منفذا جديدا للهجرة فقد استطاع خفر السواحل في مالطا القبض على نحو 300 مهاجر من أريتيريا وإثيوبيا والسودان حاولوا التسلل إلى البلاد على متن قارب قادم من ليبيا وزير الخارجية المالطي تونيو بورغ دعا خلال مؤتمر بشأن ليبيا عقد في لندن المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تجاهل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي فاقمتها الأزمات في أفريقيا خليل لباد بي بي سي